لكن في الجزائر في الحقيقة الجواز الديبلوماسي يقدم خلينا نقول لكم لمن يقدم ولماذا أذكر الجواز الديبلوماسي؟ لأن الجواز الديبلوماسي غير معني حاملي جوازات الديبلوماسية غير معنيين بهذا القرار قرار تخفيض إلى غاية النصف من إعطاء التأشيرات للجزائريين كما قلت مس الموضوع أيضاً توانسا والمغاربة لكن حنا نتكلم هنا عن الجزائر هناك 36 دولة قبل ما نعطيكم اللي شكون عندهم الجواز الديبلوماسي اليوم في هذه دولة المافيا العسكرية هناك 36 دولة أقدمت العصابة في خلال العشرين سنة الأخيرة هذه على توقيع اتفاقيات معهم لأن تقريباً كل دول العالم تقريباً إذا استثنينا ممكن 10 دول أو 15 دولة فإن كل دول العالم تقريباً تقريباً تفرض تأشيرة لحامل جواز صفر الجزائري العاتي قبل 30 سنة 35 سنة ثمانينات كانت قليل الدول قليل الدول بما فيها فرنسا قليل الدول جداً للدير تأشير الجزائري أغلبية الدول كانت أوروبا تقريباً كلها كانت بدون جواز صفر بدون فيزا كثير من دول أوروبية مش أوروبا كلها طبعاً دول عربية دول أسيوية دول إفريقية بدون فيزا للجزائري الآن تقريباً كل الدول على استثناءات ربما في حدود 10 دول أو 12 دولة بعضها في أطراف الدنيا وبعضها هنا أو هناك مثل سوريا مثلاً بدون تأشيرة وتونس مثلاً بدون تأشيرة لكن جزائريين إذن كلهم بالتأشيرة لكن في العشرين سنة الأخيرة هذه قاموا بـ 36 دولة بوضع اتفاقيات مع 36 دولة بحيث أن حامل جواز صفر دبلوماسي ما يحتاج تأشيرة شفتوا علاش يتقاتلوا أحياناً على هذا المناصب ودارك نشوفوا قائمة شكون اللي عندهم الجواز دبلوماسي لأن بين الأشياء اللي عندهم مش فقط جواز دبلوماسي الجواز دبلوماسي والجواز الخاص اللي هم يسموه باسبور دوميسيا جواز خاص أو جواز بمهمة أو هذو كلهم معفيين من التأشيرة مثلاً كل اللي حاملين جواز صفر دبلوماسي الجزائري أو الجوازات الخاصة محميين كوريا الجنوبية مثلاً دايرين معها اتفاقية البيرو كولومبيا نيجيريا المكسيك البرازيل كل دول أوروبا الغربية شنغن يعني ما عدا اللي مش قابلة يعني بلجيكا وهولندا وليكسنبورغ هذه كان لغاية 2000 وبعض البلدان العربية قطر البحرين كثير من الدول العربية خاصة الخليجية داروا معها اتفاقيات بحيث أن الحاملين جوازات صفر دبلوماسية وجوازات صفر الخاصة لا يخضعون للتأشيرة من هم هؤلاء الذين لا يخضعون للتأشيرة قائمة طويلة هل نقرأ لكم جزء منها جزء منها فقط هذو اللي يحملوا جوازات دبلوماسية ليس جوازات الخاصة جوازات الخاصة طايمة أكبر قال لك رئيس الدولة مدير الديوان في رئاسة الجمهورية الأمين العام الأمين العام للحكومة المستشارون رئيس الديوان للحكومة المستشارون في الرئاسة وفي الحكومة الوزراء كل الوزراء الأمين الدائم للمجلس العالي للأمن المدير العام للتشريفات المدير العام للحماية والأمن الرئاسيين المدير المكلف بالصحافة والاتصال المدير العام للمعهد الوطني لدراسات الاستراتيجية الشاملة مجاهد هذا مجازر كما يسموه الجزائريين عمره لكتب ما قاله هو مدير المعهد الوطني لدراسات الاستراتيجية الشاملة باش تعرفوا بلي البلاد مقلوبة على راسها طبعا كما قلت الوزير الأول عضاء الحكومة كلهم مدير الديوان لدى الوزير الأول رئيس الديوان لدى الوزير الأول مدير العام للأمن الوطني رئيس مجلس الأمة رئيس المجلس الشعبي الوطني رئيس المجلس الدستوري عميد مصف الاستحقاق الوطني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الرئيس الأول للمحكمة العليا رئيس مجلس الدولة النائب العام لدى المحكمة العليا محافظة الدولة لدى مجلس الدولة رئيس مجلس المحافظة محافظة بنك الجزائر رئيس المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي المحافظة العام للتخطيط والاستشراف قائد الأركان رئيس دائرة الاستعلام والأمن الفرقاء يعني بجمع فريق قادة القوات الأمين العام لوزار الدفاع الوطني قادة النواحي العسكرية المديرون المكلفون بالمسائل الأمنية رؤساء الدولة السابقون رؤساء مجلس الأمن السابقون رؤساء المجلس الشعبي السابقون رؤساء المجلس الدستوري السابقون الوزراء الأولون ورصاء الحكومات السابقون وزراء الدولة السابقون وزراء الدفاع الوطن السابقون وزراء الشؤون الخارجية السابقون قائد الأركاب رئيس دائرة الاستعلام السابقون الفرقاء والعمداء المنتمون إلى جباة تحرير الوطن السابقون السفراء والقناصل العامون المتقاعدون هذا فقط كل هذا الأصناف جواز ديبلوماسي كاين قائمة أكبر بهذه من كثير جدا يحملوا الجوازات الخاصة كل هذا اللي ذكرتهم لكم زائد اللي يحملوا الجوازات الخاصة بما فيهم برلمانيين مثلا هذون اللي الآن منتخبين تلقاه منتخب برمائة صوت خمسمائة صوت ألف صوت عندهم جوازات أيضا حمراء جوازات خاصة هؤلاء لا يقاتلوا على المناصب البرلمانية الولات عندهم نفس الشي جوازات خاصة كثير من الرتب داخل الدرك داخل الجيش داخل الشرطة جوازات خاصة طبعا تبقى الجوازات الخاصة وحتى الجوازات الدبلوماسية أنت وما عرفتك أيضا كاللي ما عندهمش موش في القائمة هنا وعندهم جوازات دبلوماسية وهذون هما وأولادهم وإنساهم أولادهم لأقل من 18 سنة لكن أنا أعرف مثلا بالأسماء أبناء لجنيرالات وأبناء لوزارة عمرهم 35 سنة وعندهم جوازات دبلوماسية إذن إضافة إلى ما هو مسموح به بالقانون القانون اللي يفرق بالجزيريين بشكل مرعب هناك الطرفيق الأسود الطرفيق لكحل في موضوع الجوازات الدبلوماسية والجوازات الخاصة كل هؤلاء غير معنيين بالقرار الفرنسي لأنهم أصلا يدخلوا بدون تأشيرة يبقى الانزعاج عند العصابة هو أن فيه كمية أخرى اللي هما بضاة التليفون المدرع العامون العقادة أغلاغ لغابية ينتاحهم بعض الجنيرالات لما عندهم لا جواز خاص ولا جواز دبلوماسي كما قلت بعض الجنيرالات عندهم جواز خاص بعض العقادة عندهم جواز خاص لكن هنا تبقى أي منطقة رومدية إنتوا علاقاتك إنتوا ومعارفك فهؤلاء اللي ما عندهم يمشوا بالباسبور الجازيري هؤلاء رحيين تأثروا بالتأشيرة طبعا الموضوع تأشيرة يتأثر به أيضا المرضى يتأثر به الطلبة يتأثر به الناس اللي رحوا يدروا مرضى الدستاج الناس اللي الأطباء مثلا إلى آخرها لكن صفعة على وجه العصابة لأن فرنسا تعرف كيف تؤدب العصابة عندما تريد أن تؤدبها وعارفينهم أنهم ما عدا هذا الموضوع الذي قدموه على أن أساس احتجت وطلبت من السفير ما معنى احتجاج كيف تسمون هذا الاحتجاج قدم احتجاج للسفير الفرنسي ما معنى يبعثوا له ايميل يقولوا لورانا رسميا رح نحتجو وراك مطلوب باش جي لوزارة الخارجية يروح السفير اي سفيرة في اي بلد يروح في الغالب يجلس مع الامين العام لوزارة الخارجية في الوضع الجزائري مثلا بينما في دول اخرى مثلا لبناتهم خصومة مثلا مثلا احيانا خصومة بين الايرانيين والبريطانيين او الايرانيين والفرنسيين ما يبعثوا لهمش الامين العام لوزارة الخارجية يبعثوا لهم مدير او مدير فراعي يستقبل السفير في الوضع الجزائري يشرب مع قهوة ويقهقه شوية يضحكه شوية يقصره شوية وخلاص هذا والاحتجاج في الوضع اللي تكون صح لعلاقات متوترة بين الدول وهي بالفعل دول تدافع عن بعضها مثلا خلاف روسي فرنسيا او خلاف روسي امريكي مثلا او ايراني بريطاني او حتى تركي الماني لا تكون فيها يكون فيها كلام قوي ويقال كلام قوي اذا تبقى حسب الدولة وقوتها العصابة انت انا ما تقدرش باختصار بسيط ما يقدروش يواجهوا فرنسا اللهم الا باش يبيعوها للناس لمخدوعين ما زال مخدوعين او ما زال عندهم باللي هذا النظام يقدر يقولها كلمة الفرنسا انت الان شوفها في الشروق وفي العار في قناة النهار وفي مشون الخبر الجزائر تحتاج رسميا على فرنسا انت تقول قامة القيامة ولا شي العامين العام جاء السافير الفرنساوي دخلوا ضحكوا شوية قسروا شوية ومن بعد يقولوا رسميا رح نعلنوا باللي احتجين عليكم هذا ما كان وفي الموضوع الفرنسي بالذات علاش لانهم عارفين واش في بوطنهم عارفين وين يسكنوا في فرنسا وين يسكروا وين يغنوا وين يشتحوا وين يناموا عارفين عندهم كل تفاصيل لان العصابة انتعنا الاغلبية العظمى منهم بالنسبة اليهم العالم يبدأ في فرنسا وينتهي في فرنسا فما تظنهاش حاجة كبيرة مع هذا المجموعة إلا ما ليتأثروا إضافة إلى الإطارات الوسطى سواء اللي هي خديما للعصابة أو اللي هما إطارات صحيحة البلاد وطلبا وهم اللي حين يتأثروا من هذا القرار والحقيقة الحقيقة أنه كان جات عنا دولة بالمعنى الحقيقي لماذا نحتاج ستين ألف جواء فيزا الفرنسا لماذا؟ هل يعرف الجزيريين أن أكثر الدول الخليجية مثلا ما يحتاجوش تأشيرة إلى الدول الأوروبية وفي الحالات اللي يحتاجوا فيها يدوها أمام يدوها من المطار ومرات كي يحبوا تأشيرة طويلة يعطولهم يبعثوا التأشيرة يبعثوا الباسبورات انتاحهم يدو خمس سنين سبع سنين عشر سنين في الجوازات الخليجية على سبيل المثال طبعا الأغلبية العظمى من الدول الأخرى مثلا الآن الأتراك عندهم أوضاع خاصة الأتراك يدخلوا للأوروبا الآن بدون جوازات بدون جوازات سفر كيف وصلت تركيا اللي كانت وضحها مثل الآن مثل الجزائر تركيا تركيا لا يدخل أي بلد إلا بالفيزا تقريبا وصلت إلى أنها أصبحت الأتراك يدخلون أوروبا تقريبا كل أوروبا بدون جواز بدون فيزا كيف هذا هو السؤال عندما تستطيع أن تبني دولة تبني صناعات مدنية وعسكرية ويعد عندك اكتفاء زراعي وصناعي ودوائي ويعد عندك حكومة تمثل الشعب بحق سواء كانت تركيا أو ماليزيا أو أي بلد تفرض نفسك على العالم الخارجي كوريا الجنوبية مثلا الأغلبية العظمة من كوريا للسكان كوريا الجنوبية لا يحتاجون تأشير إلى كثير من دول العالم ويعتبر مثلا الباسبورت على كوريا الجنوبية واحد من أفضل الباسبورات العشرين في العالم قبل 40 سنة كانت الجزائر بعيد على كوريا الجنوبية وبعيد على تركيا قبل 40 سنة مثلا في نهاية السبعينيات بداية الثمانينات بل أن قبل 50 سنة كانت جزائر اقتصاد الجزائري يساوي الاقتصاد الإسباني أو جوزو كلما مرت الأعوام نهارت الجزائر وتقدمت دول أخرى كلما حكمك العسكر وحكمك الاستبداد كلما تخلفت أكثر كلما حكمتك الدولة المدنية لأنها نابعة من الشعب وكانت هناك أجهزة تراقب بعضها البعض وقضاء مستقل وإعلام حر ومجتمع قوي كلما تقدمت تقدمت صناعيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا تقدمت في الحريات تقدمت في الإبداع تقدمت في التفكير تقدمت في كل شيء وبالتالي فرضت نفسك على العالم الخارجي علم خارجي هذا الصفراء والقناصلة والآن طبعا الآن مع العالم المفتوح هذا رغم عارفين كل التفاصيل مرات بعض البساطاء مساكين اللي خادعينهم ويقولوا لي رك تفضح فينا وراك فضحتنا أمام المغاربة وراك فضحتنا أمام ما نشعرف شكون رك لما تكلم على اللي يموتوا ولا على الحراجة ولا على الجايعين هذه الحالم كله رأي يعرف ما يجري انت اللي ماكش عارف أو انت اللي ماكش عارفة خلاص لم تعود تخدا في هذه الأشياء وانا منين أعرفها يكرني موجود هنا يعني موجود بعيد عن الجزائر منذ 26 سنة الحالم معروف الآن ما عادش حاجة تخبى طيب يقدر يقول بعضنا عندي بعض العلاقات صحيح كيف لكن 90% من المعلومات أو 95% من المعلومات نعرفها من خلال ما هو موجود ما هو متوفر خاصة اللي من يقرأ بالانجليزية ما فيش حاجة تتخبى وبعدين إذا كانت البلاد فيها كوارث مليح نزيد ونخبوها والله بالعكس نكشفوها ونفضحوها باش يتوقف الشر ويتوقف الإجرام ويتوقف لكن طبعا بعض البوساطين اللعبوها لهم بالحقولهم باسم الوطنية وهذا رأيه يفضح فينا أمام اللي يسوي اللي ما يسوش أبدا ولتكون منكم أمة يدعونا إلى الخير ويعمرون بالمعروف وينهونا على المنكر وأولئك هم مفلحون هؤلئ هم لينجحوا ليدعوا للخير ليعمروا بالمعروف ليينهوا على المنكر وش را نديروا حنايا أنا وأنثالي وش را نديروا راهم يعمرون بالخير وينهونا على المنكر ويدعونا للمعروف أو يأمرنا بالمعروف هذا هو كلمة هذه انت ناهي على المنكر والأمر المعروف الآن عندها تسمية أخرى إصلاحية ناس مصلحون ناس يدعونا إلى الإصلاح ناس يدعونا إلى الحريات معاني الأسماء قد تختلف لكن المعنى والمضمون تقريبا هو وحده إذن فلا تظن إنما نحن كل ما نقدمه هو لنشر الوعي وحتى لا يكذبون عليك وحتى نحطم البروباغندا اللي تصور البلاد في عالم والبلاد تغرق كل يوم أكثر وأكثر